أكدت الولايات المتحدة السابت أنها أجرت محادثات جيدة مع كوريا الشمالية في السويد رغم أن بيونج يانج حملتها مسؤولية فشل هذه المباحثات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان لها أن التعليقات التي أدل بها وفد كوريا الشمالية في وقت سابق لا تعكس مضمونة ولا روح المشاورات اليوم والتي استمرت ثماني ساعات ونصف مشيرة إلى أن ممثلي الولايات المتحدة طرحوا أفكارا خلاقة وأجروا مباحثات جيدة مع نظرائهم الكوريين الشماليين وأضفت أورتيغاش أن واشنطن وبيونج يانج لن تتمكنها من تخطي إرتن من سبعين عاما من الحرب والأعمال العدائية في شبه الجزيرة الكورية في يوم واحد هذه مسائل مهمة وتتطلب التزاما قويا من البلدين الولايات المتحدة التزمت بهذا والكرة هي في ملعب كوريا الشمالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر